كشف انخفاض اسعار النفط عورات الفكر الاقتصادي الذي تتبناه البلاد في السنوات الاخيرة فرغم دعوة الحكومة للترشيد الا ان التعامل مع الاوضاع الحالية او المستقبلية فيه الكثير من الملاحظات ومن بينها هل استطاعت تقديم مشروعات قوانين لجذب الاستثمارات وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي نظرة اخرى على الفكر الحكومي ميزانية الدولة والتي تعد احد مصادر الخداع وما بها من فائض وهمي بالاضافة الى حجم الفارق بين الدخل والمصرفات خاصة وان هذا الفائض لا يتعدى التزامات لم تصرف خلال السنة الماضية ولكنها تبقى التزامات على الميزانية وهو ما يستوجب تصحيح المسار الاقتصادي للدولة دون انتظار لارتفاع اسعار النفط فالقادم يحمل غموظا لا بد من مواجهته بفكر يحمل معنى العدالة فاساس الاصلاح ابدأ بنفسك ومن هنا فان على الحكومة ان تبدأ بنفسها من خلال مراعاة الترشيد وتطبيقه على قياداتها كافة بدون تفرقة بين رئيس ومرؤوس مع ايقاف الهدر من خلال المستفيدين من الدعم الحكومي في القطاع الخاص فالاصلاح يجب ان يكون جذريا وحقيقيا تصاحبه النزاهة والتخطيط السليم للمشاريع الحكومية وتبسيط الاجراءات والقوانين المنظمة للعمل الحكومي او القطاع الخاص دون الدخول في نفق المنفعة الذي سائمت منه البلاد من خلال مشروعات حصل عليها البعض باضعاف اسعارها هذا جانب اما عن الجانب الاهم وهو المواطن الحلق الاضعف والذي غالبا ما يتحمل سوء التخطيط الحكومي فنراه يتحمل ارتفاع اسعار السلع وتلويح بارتفاع اسعار الكهرباء والماء والبانزين وكأن المواطن هو وحده المفترض ان يدفع تلك الفاتورة والتي يجب ان يتحملها الجميع والبداية من الحكومة والتي يجب هي الاخرى ان تتحمل نتيجة سوء تخطيطها فهل يتساوى المواطن صاحب الدخل المحدود برئيس الوزراء او الوزير اصحاب المرتبات الاعلى والاضخم ان الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى رؤية عادلة ومتساوية فالجميع امام القانون وامام الدستور سواء فاذا ما ارادت الحكومة الاصلاح لا بد لها من ان تبدأ بنفسها اولا